طبعا احنا كلمنا مبارح مع حضراتكم على مباراة الاهلي والبنك الاهلي وما تعرض له الفريق خلال يعني خلال المباراة دية من بعض الاخطاء التحكمية اللي اكيد اثرت على نتيجة المباراة لشك وعرضنا عليكم كمان كلام يمكن كابتن سيد عبدالحفيز حوالين التساؤلات اللي هو وجهها لحكم المباراة ولجنة الحكام في اللجنة الثلاثية المكلفة واللي بتدير النهاردة الكورة في مصر وايه هي الاسباب اللي على اساسها انت يعني الهدف يعني اللي سجلوا او الهدف طبعا اللي سجلوا كابتن ايمن اشرف وايه الاسباب زي ما حضراتكم شايفين اهوا بن عيد هيمكن تاني علشان انتوا تحكموا اذا كان ده هدف ولا لأ ايه الاسباب اللي بيتم على اساسها اختيار الحكام في مباراة النادي الاهلي اين الحكام الدوليين من ادارة مباراة النادي الاهلي الحقيقة كمان أنه الأهلي ليه مجلس إدارة قوي وفيه رجال بيقفوا خلف الفريق ومش ممكن يسكتوا على اللي بيتعرض له الفريق النهاردة من ظلم أو تجاوز أو افترع على حقوقه يمكن النهاردة كانوا بيوجهوا رسالة للجميع في اللجنة الثلاثية أن الأهلي مش هيسكت على ما يتعرض له وهيدافع عن حقوقه بكل قوة وده من خلال خطاب الحقيقة يعني أنا شفته منظم جدا يا كابتن هاني رسالة كانت قوية جدا النهاردة رسالة دي صدرت من إدارة النادي الأهلي الأهلي النهاردة أرسل خطاب لاتحاد الكورة بيطالبوا فيه بأنه يتدخل وفورا لإيقاف الأخطاء التحكمية والفجة بين قوسين وغير المبررة واللي النهاردة بتتسبب فيه عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوق المشروعة في المباراة السابقة النهاردة الأهلي بيؤكد في خطابه ده على أنه الأخطاء التحكمية دي اللي شهادتها بعض مباريات الأمش وليكلم على فكرة على مباراة مباراة بارح وخلاص في عدة مباراة الأهلي لعبها النهاردة في الدوري يعني ما اقتصرتش على خطأ أو اتنين من حكام ساحة ولكن كمان تطرق الأمر وامتد لحكام الفار وأنه تم إلغاء أهداف صحيحة وتم عدم احتساب ضربات جزاء شرعية للأهلي بالإضافة طبعا لاستبعاد الحكام الدوليين زي ما اتكلمنا مباراة وسيد عبد الحفيز سأل السؤال دوت من أدارة غالبية مباراة الأهلي والحقيقة ده تصرف غير مفهوم خالص وإحنا عمليم من نسألت سأولاد دي من مباراة وما فيش أي ربط يعني أنا متطفق معاكي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة